طبعا مع ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله معظم الناس بيتجهوا أنهم يشتروا حاجات قيمتها بتفضل سبتة ومش بتخسر وده علشان يحافظوا على فلوسهم أنها تزيد وما تخسرش وعلشان طبعا يقدروا أنهم يوجهوا الأزمة دي وطبعا زي ما احنا عارفين أن الدهب من الأصول المهمة في الموضوع ده علشان الناس تحافظ على فلوسها حتى بعد ما سعره يغلى طيب إزاي هنقدر نستفيد منه ونكسب كمان أنا ماريا مجدي وضل عنوضحه في الفيديو ده خلال الأيام اللي فاتت أسواق الساغة كان فيها إقبال كبير من المواطنين على شراء الجنيهات الدهب والدهب والسبايك والجدير بالذكر أن خلال الوقت ده الأسواق بتعتمد على الدهب اللي موجود بس علشان ما فيش استيراد أو تصدير بسبب سياسة الترشيد والسوق دلوقتي بيعتمد على نفسه ذاتيا نادي نجيب سكرتير عام شعبة الدهب باتحاد الغرفة التجارية ألف تصريحات صحفية ليه أن الإقبال الكبير في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي على شراء الدهب سببه يرجع إلى استقرار الأسعار بحيث أن الدهب هو استثمار آمن للمواطنين رغم أن حالته مش مستقرة أسعار الدهب مش مستقرة في الفترة الحالية وده بسبب التضخم العالمي وشوية تغلى وشوية ترخص طيب إيه هو متوسط أسعار الدهب اليومين دول؟ عيار 24 في الأيام اللي فاتت كان بيتراوح ما بين 1260 و1270 جنيه للجرام أما عيار 21 فكانت أسعاره بتتراوح ما بين 1110 لـ 1120 جنيه للجرام الواحد وبالنسبة لعيار 18 فكانت أسعاره بتلعب في الرنج ما بين 950 إلى 960 جنيه وعيار 14 كان بحوالي من 740 لـ 750 جنيه للجرام الواحد أما بالنسبة لسعر جنيه الدهب بدون مصنعية أو دمغة أو دريبة واللي بيعادل في الطبيعي 8 جرام من عيار 21 فسعره الأيام اللي فاتت كان بيتراوح ما بين 8880 جنيه لـ 8900 جنيه طيب إزاي نقدر نكسب من وراء الدهب بعد ارتفاع أسعاره؟ لازم نبقى عارفين إن سعر جرام الدهب مش بيقتصر بس على سعره المعلن لا ده كمان بيتضاف عليه المصنعية وضريبة القيمة المضافة وبكده سعر الجرام عند الشرع هيعدي أكتر من 1200 جنيه طيب إيه أفضل الطرق اللي نقدر نستثمر فيها الدهب علشان نحافظ على قيمة الفلوس المتشالة وكمان حقق زيادة أغلبية التوقعات دلوقتي بتوضح إن أسعار الدهب هتفضل تغلى بدعم من سياسات البنوك المركزية التحفظية وده على مستوى العالم كله وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم طيب علشان كده نقدر إننا نشتري الدهب المستعمل اللي بيتعاد تلميعه من السائغ وبيتم تداوله بين الأفراد في محلات الصاغة وكمان بيكون بعد التلميع في حالة ممتازة فمش بيختلف كتير عن الجديد بس خلينا عارفين إن سعر الدهب المستعمل اللي موجود دلوقتي في محلات الصاغة واللي بيتداول ما بينهم مش بيتضمن ضريبة القيمة المضافة ولأ وكمان ما بيتحسبش عليه مصنعية كاملة فعملية بيعه أو شراءه ومش بس كده ده كمان لما تشتري الدهب المستعمل بيبقى سعره أرخص من سعر السوق وبكده لما تيجي تبيعه تاني مش هتخسر للمصنعية ولا الضريبة من قيمته فبكده هتقدر إنك تحقق أكبر ربح ممكن من شراء الدهب المستعمل لما سعر الدهب يغلى أو يرتفع سعر الجرام في السوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر